اشتركوا في القناة وهذا لا شك ولا ريف في كل تصانيف المناسبات الدينية وسواء كانت المناسبات المجتملة على الأفراح أو مناسبات الأحسن لكن ما العبرة عندما يمر اليوم علي مثل هكذا يوم مميز قيم كيف أستثمر هذا اليوم؟ كيف أعيش أجوع هذا اليوم؟ هل أسرف في مسألة العطاء الذي أعتقد أنا به أنني اليوم سعيد بولادة هذا الإمام وبالتالي أخرج عن الحدود التي ارتسمت من قبل آل البيت عليه السلام أم أنا مخير في الموضوع أم أن هناك ضوابط وشروط وضعت لنا ومن الذي وضع هذه الشروط والضوابط حتى اليوم؟ أنا أتقيد ضمن الأسس الأصولية والقاعدة المميزة الذي توحي بأنني يمنتزم بسيرة هذا الرجل العظيم الإمام المنتظر كوني أنا أؤمن اليوم بأن هذا الرجل غائب حي يرزق ينظر إلي ويسمع كلامي ويشاهدني عياناً وبالتالي كيف يمكن لي أن أحفظ هذا الرجل العظيم في هذه المناسبة القيمة سادتي الأحبة معنا اليوم إن شاء الله في هذه الحلقة ضيف عزيز علينا الباحث الإسلامي الأستاذ علي السعادي لنطرح عليه جملة من التساؤلات المهمة والقيمة لك المحبة والتحية سمحت الشيخ وأهلاً بكم حيهاكم الله رضي إياكم وأهلاً ومرحباً بكم صبحك الله بخير وكلا عمت بخير ومباركين إن شاء الله على هذه ولادات علينا وعليكم على المؤمنين ومشاهديكم والكرام إن شاء الله طبعاً مثل ما تفضل زميل عباس يعني أريد نعرف كيفية الآلية الفرحة يعني كثير من الناس يقول لك أنا تتشدد علي لا تحتي لا صيح لا تصفق لا تغني لا ترقص بدي إياش أنا هاي فرحة هو ممكن في داخله إنه يحب الإمام المهدي عجل الله فراجه الشريف بس مدى يعبر عنه بطريقة صحيحة فشنو الطريقة الصحيحة للتعبير عن هذه المناسبة بداية بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين شكراً جزيلاً لكم وليقناتكم ولمتابعيكم الكرام وأسعد الله أيامنا وإيامكم بكل خير بهذه المناسبة وهذه الأيام الميمونة والعزيزة وعلى قلوب أهل البيت ومحبيهم لا وسيما صاحب هذا اليوم وهذه الليلة مولانا الإمام المهدي المنتظر صلوات الله وسلام عليكم في الحقيقة من حق الشعوب والأمم أن تحتفي أن تفرح أن تفتخر بقادتها بسادتها برموزها وعلامات بوادر الفرحة قد تختلف من شعب إلى شعب من مكان إلى مكان من ملة إلى ملة أو مجتمع إلى مجتمع آخر لكن نحن كمسلمين كسالكين طريق النبي الأكرم والأثرة الطاهرة صلوات الله وسلام عليهم لابد أن نراعي أمور منها أمور دينية جاء بها الشارع المقدس ومنها أمور عرفية أو اجتماعية الأمور الدينية معنا باختصار لا يخرجك من حق ولا يدخلك في باطل هذا الفرح الذي ستفرح أن تراعي هذا الأمر والمتتبع لقرآننا المبارك وليسيرة نبينا الأكرم صلى الله عليه وآله والأثرة الطاهرة والصلحة يجد هذه المعالي واضحة أن الله يأمر بالعدل والإحسان وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم هناك من الفضائل وهناك من الردائل من ضمن الفرحة المؤمن يحب يفرحها هذا جانب ديني بالمناسبة الجانب الاجتماعي أيضا عليه مراعات ما يكون في ذلك الزمان ما يكون في ذلك المجتمع بعض الشعائر بعض القلائد بعض النسق الأعراف الهدي كلها بيها أمور علي مراعاتها مو على حساب أنه دينة ومذهبة فقط يكون هذا الأمر لا بقية المجتمعات إذا أضرب مثال يعني يحضرني الآن جبالي هذا المثال في بعض المناسبات قد تكون مثلا لعبة من الألعاب كرة قدم على سبيل المثال اللاعب قد يسجل هدف ويفرح يعبر عن فرحته بطريقة معينة قد تسبب لمشاكل هاي الطريقة يعني في قانون معين في سيرة معينة وقد تكون العواقب يعني مو نقول صعبة جدا وخيمة مو حزن بس يمكن تطلدنا من كثير من الأمور أفهم من كلامك سماحة الشيخ أن هناك ضابطة وهناك أسس يجب علينا الاحتباء بها والالتزام بها حتى لا نخرج من السنة الشريفة ولا ندخل في سنة أخرى هي تكون غير مقبولة وغير محبوبة أب تأكيد تكون لربما بدعة وبالتالي البدعة يدفع ثمنها النساء طيب فيما يتعلق بقضية الأدعية والأذكار لا سما قد نصنفها من أجل وأعظم ما يمكن أن يتقيد به ويتقلد به المرأة اليوم في هذه المناسبة ولادة الإمام المنتظر ما هي الأذكار في الحقيقة هي يوم فرح ويوم غبطة ويوم سرور وأيضا تشوف السيرة العطرة والمباركة للأئمة الأطهار شخصوا وحددوا وشددوا وقيدوا في نفس الوقت على ما يلفظ الإنسان ما يقول الإنسان ما يتقرب به زلفة إلى الله سبحانه وتعالى مناسبات أحزان مناسبات فرح مرة تكون مو إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه معنى الحديث والرواية يقول شيعتنا خلقوا من فاضل طينتنا وعجنوا بماء ولايتنا يفرحون لفرحنا أهل البيت ويحزنون لحزننا فمن ضمن ما يقبر به الإنسان عن التقرب إلى الله سبحانه وتعالى بعض الأوراق بعض الأذكار لا شيء ما في هذا اليوم المبارك والميمون منها أنه يدعو لصاحب هذا الشأن وصاحب هذا المقام الإمام الحج عجر الله تعالى فرج الشريف بالحفظ وأن يكون بعين الله سبحانه وتعالى كدعاء الفرج اللهم وكل وليك الحجة وليا وحافظا وقائدا وناصرا هو يقول صلوات الله وسلامه عليه في الأحاليث يقول ادعو لي بالفرج فإن في فرجي فرجكم وأيضا أدعي كثيرة يستحب أن يدعى بها مثلا عدنا بالسنن أنه دعاكم ما يل يستحب في مثل هذا دعاء العهد ودعاء مثلا في دعاء الندبة اللهم أرني الطلعة الرشيدة والغرة الحميدة وكح الناظري بنظرة مني إليه تستكمل بها الكرامة عندك ثم لا تصرفها عني أو ما يدعى حتى في أيام شهر رمضان هناك أدعي تستجلب لهذه الليلة وتستدعى لهذه الليلة كدعاء مثلا في دعاء الافتتاح اللهم إنا نرغب إليك في دولة كريمة تعز بها الإسلام وأهله وتذل بها النفاق وأهله أنه هي معلمة مهدى عجل الله فوجه شكرا أكيد بإدارته بقيادته لا بد يقولون من صيرورة وقيام هذه في حديث لأمولانا أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه يقول أن للباطل جولة وللحق دولة لا بد من قيام دولته فالدعاء للإمام والدعاء للمؤمنين يوم مبارك بل في الروايات الصريحة والصحيحة أن هذا اليوم له فضل يأتي بعد فضل ليلة القدر في استجابة الدعاء في تحقيق الأمان في أحاديث عن النبي الأكرم صلى الله عليه وآله يقول لبعض زوجاته الله في هذا اليوم ادعو بما تقدر فيه الأرزاق تقدر فيه الأقوات تقدر فيه الأعمار من الحول إلى الحول يكون فيه شأن العباد والبلغ ذلك إلى الدعاء إلى فد تقل أو إلى فد حصيلة في قلب المؤمن لابد أن يراعيها ويستن بسنة النبي وما جاء به أهل بيته الكرام نحن ذكرنا بالبداية أنه هناك سلوكيات لازم نتبعها بطريقة التعبير عن الفرحة كان مثالك راقي جدا أنه ممكن بعض الأمور سلبية ترجع علينا بصورة غير جيدة الآن ما البديل؟ شون ممكن تفرح العوائل؟ شون ممكن تكون السلوكيات؟ وبالأخص مع الأطفال لأنه دائما نعرف أنه الأطفال يعني ورقة بيضة لازم نكتبها بقدر الإمكان حتى لو بذهب حتى تكون بالمستقبل هم أججال يبنون المجتمع ويكونون رسالة يكملون مع الإمام المهدي عجل الله فجل شايف فكيف تكون الاحتفاليات وكيف نزراحها ونزرسها بأطفاله؟ بل أحسنتم كثيرا في الحقيقة هو كلكم راعي وكلكم مسؤول عن رعيته نقسم جيل الشباب وجيل الأطفال دولة مسؤولية وعبء ثقيل حقيقة في المجتمع وقضية مهمة ومستقبلية من جانب ديني ومن جانب تاريخي ومن جانب اجتماعي كقضية الإمام صلوات الله وسلام عليها لابد أن نبين هذا الأمر أولا هو ليس وليد التو أو الساعة هو في السنة حتى في الأمم الخالية والبالية في الديانات السابقة نبين لهم كيف أن الله يقول ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحة نبات بعض الأمثلة نضربها للأبناء تكون بما يتناسب مع مستواهم الثقافي أو الفهم التقريبي التقريبي يعني أكفت شيء جبالي هو في دولة الإمام طفل يسأل أبوه قال له بابا شنو فائدة إمام غائب عن أنظارنا يقولون المعلم يقول لنا أو كذا صار لألف تقريبا ومئة وتسعين سنة غائب شنو الجدوى شنو الفائدة يسأل كثير حتى الشباب حتى الكباب الرجل هذا قال لأولاد هاي القصة اللطيفة هسأقول لكم بدقيقة لربما أختصرها قبل عكس للفائدة أنا قلت الأولى وأنا واحد من الناس أستمع لهذه القصة والعبرة من وجود الإمام قال لهم فد ملك من الملوك عند قصر فوق قمة جبل وأكو طرق مؤدية إلى هذا القصر الملك بانتظار ضيوف أعزاء راح يجون يحضرون إلى فطلب أكو جسر جسر يعني من الخشب وحبال وكذا ويصعب العبور على هذا الجسر طلب فد مصباح يعلق فوق هذا الجسر حتى اللي يعبرون الناس دليل يكون يكون دليل لهم قال كم مصباح تحتاج؟ قال أحتاج 12 مصباح طبعا شوف الأب شون على عدد الأئمة قسم بالفكرة قال له أحتاج قال له هاي هد 12 مصباح يعني قال الحكمة هالشكل الملك كان حكيم فاحتياط يقول الصدق يعني لما نشد المصباح الأول بعض الناس اللي ما يعرفون قيمتها كسروا هذا المصباح الثاني أيضا راح الثالث خامس سادس إلى أن بقى عنده مصباح واحد والضيوف المهمين اللي ينتظرهم بعدهم ما جايش على مقدم على مقدم شد قولون أبنائي يشد هذا المصباح لو يحتفظ به للوقت جميل قالوا لا يحتفظ قصة لطيفة جميل تقريبا وصل للأبناء قضية مهمة بيها جانب حكمة بيها جانب دين بيها جانب موعظة منها لازم تكون أفكارنا لأبنائنا مطابقة مساجلة مواكبة للزمن اللي إحنا بيه وأن يستوعبها هؤلاء وهي ممكن موجودة يمكن بإصدارات العتب الحسيني المقدس من خلال الحسين الصغير من خلال بعض المجلات اللي موجودة من خلال الأعمال والسبوتات الفواصل اللي تغذها قناة كربل أيضا توعوية إرشادية للأطفال طيب سمحت الشيخ الرسالة التي اليوم يجب عليه أنا كشاب ويجب على المجتمع بشكل عام أن يتقلد بها يعني هو بعبارة أكثر دقة على الفرد وعلى المجتمع المجتمع بكافة صنوفة يعني صنوفة المرأة والرجل والطالبة والطالب والمهندس والطبيب وكافة التخصصات كيف يمكن لهم اليوم أن يجسدوا رسالة هذا الرجل العظيم الذي يعيش ذكراه اليوم على الواقع بني أحسنتم كثيرا في الحقيقة قبل ما أجيب على هذا المقدمة وندخل إلى ما هو الدور المطلوب لربما قضية الإمام الحج عجر الله تعالى فرج ليست قضية تخص المسلمين لربما الناس يعني أهل المعرفة على طلاع بهذا الجانب هي يعني هو مهبس إمام للمسلمين هو أمل الشعوب منقبل البشرية نصرها المتحتم حتى من أسماءه إحنا صحيح عندنا مثلا الإمام الحجة أو المنتظر أو في شعوب أخرى يسموه مرة يسموه المنقذ مرة يسموه مخلص جزاكم الله مرة المنتظر إلى عدة أسماء الله سبحانه وتعالى حكيم ولا يصدر من الحكيم إلا الحكم فلا يتصرف بشيء من اللهو أو من الجزاف أو من اللعب الله يقول عن قيام هذه الدولة وقيام هذا الإمام وظهوره وإنقاذه وإنه المخلص والمنقذ للبشرية كيف أن أكون في دولة أنتظر ظهور هذا الإمام؟ ما هو الدور المطلوب بجانبه؟ جانب مرة إحنا الآن في زمن ما قبل الظهور ولربما الله يكرمنا ويتحف ويكحل نواظرنا بنظرة نستكمل الكرامة إن رأينا ذلك الوجه الصبوع وذلك صاحب الأمل المنشوذ كما قلنا عند الشعوب وعند الأمم والمخلص فلابد أن يكون عندي ملكات يكون عندي فد منهاج فد دستور فد شرح ما هي مثلا بالسبوك بالربادات؟ أولا أن أتثقف بثقافة الانتظار يعني الانتظار أقعد هالشكل وأكون مكفوف الأيدي وأنتظر مثل ما قالوا قوم موسى اذهب أنت وربك فقاتل إنها لا علي فدح أحسنتهم حقيقة الحمل الثقيل لا يقوم به إلا أهله لا بد أن أكون أتمتع بإمكانات وصفات وملكات أليق أن أنتسب لصاحب هذه المكانة وصاحب هذه الذكرى لا بد أن أروض نفسي كما يقول مولانا أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه وفي حديث أيضا لأحد الباقرين أو الصادقين يقول لو أدركته لخدمته بنفسه شوف المقام السامي والجليل له وأهل البهد صلوات الله هم القمة اللي الله سبحانه وتعالى جعلهم حجج على البراية أحسنت إذن أمهد نفسي لهذا التمتع بهذه الملكات أربي نفسي أنهض وأرقى بنفسي لأكون في مصاف الصالحين ومصاف من يليق بهذه الملكات طيب أشكرك سمحت الشيخ علي السعدي على ما تفضلت به وما أبديت به من كلام جميل وراقي واصل الله لك التوفيق والسداد وأن نكون من السائرين على نهج ومنهج الإمام شكرا لحضورك شكرا جزيلا لكم شكرا جزيلا لكم شكرا جزيلا لكم شكرا جزيلا لكم نعم